استشهد اربعة مدنيين واصيب اخرون بقصف جوي ومدفعي على طريق الكاستيلو شمال حلب فيما افاد مراسل حلب اليوم باستمرار انقطاع الطريق نتيجة استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف من قبل طيران النظام وروسيا اضافة لاستهدافه بقذائف المدفعية من قبل قوات اليابيغي المتمركزة في حي شيخ مقصود نحن هنا في طريق الكاستيلو او كما يطلق عليه اهالي مدينة حلب طريق الموت كما نرى حولنا تقريبا عشر غارات بمكان واحد مئات القذائف تتساقط على هذا الطريق وكما نرى ايضا عشرات السيارات المدنية قصفت على الطريق ايضا حركة مرور ضعيفة جدا وايضا منعدمة نحن هنا منذ الصباح نرصد اجواء مدينة حلب هدى الطيران فخرجنا الى الطريق لنعد هذا التقرير طبعا كما نرى حالة مأساوية على طريق الكاستيلو بسبب استهداف الطيران الروسي والسوري لطريق وايضا المدفعية من تلة الشيخ يوسف وايضا تلة حندرات ومدفعية وحدات الحماية الكردية المتمركزة بحي الشيخ مقصود ايضا كما نرى النظام يحاصر مدينة حلب ناريا بسبب قطع طريق الكاستيلو ناريا عن مدينة حلب وكما رأينا في التقارير التي عددناها من داخل المدينة غلاء وندرة في المواد الاساسية بسبب قطع هذا الطريق معنا هنا احد المرابطين على طريق الكاستيلو تحدثنا ما وضع طريق الكاستيلو هنا يعني هون طريق كاستيلو هو شريان حلب الوحيد وقصف يعني بالديوط عامل هذا ده كله عبور للمدنية يعني بقولوا ان هناك ارهابين ما هون مع كله هذا يعني للمدنية للمدنية السكان مواضي غزائية يعني قطع الطريق بشكل كامل وشوفت هناك الجسر والسيارات تحترق وفيه جسر سعب تحترق وفيه ناس يعني ما اهم ده حدا بيقدر يشيلهم والله يتمنى هذا ظالم هذا نحن مرابطين هنا اذا صار فيه اي عمل مستعدين ان شاء الله وان شاء الله يكون مستعدينه بأي لحظة اذا كما سمعنا الطريق لا زال مقطوع امام المدنيين اهالي مدينة حلب العشرات استشهدوا على هذا الطريق ومئات السيارات تدمرت وايضا الطريق تدمر وما زال الطريق مقطوعا امام اهالي مدينة حلب بس الابو حمزة لاخبار حلب اليوم حلب ونبقى في حلب حيث سيطر الثوار على عدة مناطق في محيط بلدة الراعي بريف حلب الشمالي حيث افاد مراسل حلب اليوم بان الثوار سيطروا على قرة الاحمر والشعبانية والراغبية ومزارع الشهين بعد معارك مع تنظيم الدولة الاسلامية وللاطلاع على مزيد من التفاصيل ينضم الينا مراسلنا من ريف حلب الشمالي ايمن الحلبي ايمن ما تفاصيل سيطرة الثوار على هذه القرى نعم أصعد الله أوقاتك أصلاً أنت وجميع السيدة المشاهدين المشاهدين في حلب اليوم طبعاً كان هناك معارك عنيفة خاضها السوار منذ ليلة الأمس على عدة محاور بيوت حلب الشمالي ضد تنظيم داعش طبعاً استطاع السوار من السيطرة على نزارة الشعبين وقرية الشعبانية والراغبية وتل أحمر وتل بطال طبعاً لذلك أصبح السوار على مشارف بلدة الراعي أكبر معاقل تنظيم داعش يعني سيطرت الثوار على هذه القرى مقدمة لدخول بلدة الراعي؟ تماماً أصلاً بقي الآن قرية واحدة تحصل السوار عن بلدة الراعي ألا وهي تل سفير طبعاً يذكر أن جميع هذه القرى المحررة حديثاً سيطر عليها السوار عدة مرات وتمكنوا في مقت سابق من السيطرة أيضاً على بلدة الراعي ولكن مفقخات التنظيم وأسلوب المراوغة التي اتبعه أجبر السوار على الانسحاب من هذه القرى نعم شكراً لك مراسلنا من ريف حلب الشمالي أيمن الحلبي ترجمة نانسي قنقر